ونبدأ رادار الأخبار من تطورات التوتر الإسرائيلي الفلسطيني حيث يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا مصغرا اليوم لبحث اتخاذ إجراءة جديدة ووفق مصادر إسرائيلية سيبحث الاجتماع عددا من مقترحات الرد على هجومي القدس من بينها اعتقال عائلات المنفذين والإسراع في هدم منازل منفذ العمليات إضافة إلى بحث إمكانية طرد عائلات المنفذين وتسهيل إصدار رخص حمل السلاح في المقابلة حملت السلطة الفلسطينية حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأمني الحاصل جاء ذلك ضمن مخرجات اجتماع المغلق أجرته القيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وحذرت القيادة من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى مزيد من التدهور ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها هذا ودعت القيادة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى الزام الحكومة الإسرائيلية على وقف أعمالها أحدية شانب هذا وأفد مرسلنا في القدس بإصابة شخصين في عملية إطلاق نار في مستوطنة بحي سلوان وقالت مصادر إسرائيلية أن أحد المصابين ضابط في الجيش الإسرائيلي وقالت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ العملية هو أفاته يبرغ من العمر 13 عاما وكانت شرطة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب إلى الدرجة القصوى كما عزز الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية في السياق ذاته أعلنت السرطات الإسرائيلية اعتقال 42 شخصا ويأتي ذلك بعدما أسفرت عملية إطلاق نار أمام كنيس يهودي في مستوطنة النبي عقوب شمالي القدس أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص من بينهم منفذ العملية وإصابة ستة آخرين وللمزيد ينضم إلينا من القدس مرسلنا نضال كنعنا ومن رامالله مرسلنا في راس لطفي لمزيد من المتابع عن تطورات هذه التوترات وهذا التصعيد الحاصل سأبدأ معك نضال عن رصد آخر التطورات وخاصة المقترحات المطروحة على طاولة الحكومة الإسرائيلية كرد على الهجومين أين يمكن أن ينقل هذا التصعيد خاصة لجهة تسهيل ترخيص حمل السلاح ما الذي يعني هذا نعم إيمان عمليا القرارات المطروحة على الكابينيت الإسرائيلي المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية الذي سينعقد الساعة العاشرة ليلا بتوقيت أبو ظبي خطيرة جدا ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من اشتعال المنطقة نحن نتحدث عن عقوبات جماعية خاصة وأن هذا الخيار الوحيد المطروح أمام حكومة نتنياهو لأنه لا توجد تنظيمات تقف وراء منفذي العمليات وبالتالي إذا لا يمكن الانتقام من تنظيم معين فيمكن الانتقام من كل الفلسطينيين على الأقل هذا ما يبدو في محاولة لإرضاء الشارع الإسرائيلي أولا الحديث عن اعتقال عائلات منفذي العمليات هذا بدأ بالفعل منذ أمس سمعنا عن اعتقال 42 شخصا من عائلة منفذ عملية النبي عقوب واليوم تم اعتقال عائلة منفذ عملية سلوان أيضا الحديث عن هدم بيوت منفذي العمليات وبسرعة كبيرة خلال أيام هذا ما يطالب به رئيس الوزراء نتنياهو لكن الأخطر ربما هو تسهيل حمل السلاح لآلاف المواطنين الإسرائيليين بل وشراء الأسلحة لهؤلاء المواطنين هذا سيعني مزيدا من السلاح في الشارع مزيدا من الانفلات الأمني وسيسهل العمليات التي تتخوف منها أجهزة الأمن الإسرائيلية وهي عمليات انتقامية للمستوطنين ضد مواطنين فلسطينيين كرد على العمليتين في القدس مساء أمس وصباح اليوم انتشار كبير للسلاح بمبادرة من الدولة يمكن أن يؤدي إلى تأزم الأوضاع وإلى الدخول في دائرة من العنف والعمليات والانتقام عليها هذا لا تريده الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وهذا أيضا ما تسعى لتفاديه كل الوساطات الدولية التي تجري الآن نعم بالتأكيد وماذا في أصداء ربما كل ما يروج عن هذا في داخل الضفة في راس لنتابع معك ربما الأوضاع وتطوراتها وأيضا في تفاصيل مخرجات اجتماع السلطة الفلسطينية اللي دعت لحوار وطني وحملت إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد في راس يعني أصداء ما يروج حول قضية مخرجات لربما تكون هذه مخرجات اجتماع الكابنت الإسرائيلي فالجانب الفلسطيني يتحدثون بأن قبل العمليتين في القدس لم تكن الحياة وردية كلها أدوات كان يستخدمها الجيش الإسرائيلي وكانت تستخدمها السلطات الإسرائيلية الهدم الاعتقال الإبعاد وأيضا حمل السلاح لربما معظم المستوطنين الذين يقتنون الضفة الغربية هم مسلحين حتى في القدس الشرقية وبالتالي هي أدوات قديمة جديدة يراد منها تهدئة الجمهور الإسرائيلي الغاضب من العمليتين والذي فسره بأنه فشل لأجندة الحكومة الإسرائيلية الحالية الأمنية التي زعمها بإتمار بنكفير هكذا يقال في الجانب الفلسطيني ولكن مخرجات القيادة الفلسطينية جاءت استباقية لاجتماع الكابنت الإسرائيلي المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر أولها بأن الجانب الفلسطيني أو السلطة الوطنية الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية هذا التدهور الخطير للأوضاع الأمنية بعد مقتل أكثر من 31 فلسطينيا منذ بداية هذا العام إلى جانب الدعوة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لضرورة لجم إسرائيل عن القيام بعمليات أحدية الجانب ووقف هذه الأعمال من شأنه شق مصار سياسي وإعادة الاعتبار لهذا المصار السياسي ليكون أرضية لإقامة الدولة الفلسطينية والراعي لهذه العملية تكون الولايات المتحدة التي رعته لسنوات طويلة ولكن لم يصل إلى شيء لكن الأهم من ذلك هو تمسك القيادة الفلسطينية بقراراتها السابقة مع نشر اتصالات جديدة مع الجانب العربي والدولي لإسناد السلطة الفلسطينية إذا ما كان هناك عقوبات إضافية عليها اقتصادية وسياسية نعم شكرا لك فرس لطفي مرسلنا من رمالله وشكر الموصول لك أيضا من القدس مرسلنا نضال كنانا ترجمة نانسي قنقر